أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام موقف عصيب تواجهه ألمانيا أسطى مخاوف القطع الكامل لإمدادات الغاز روسي وهو ما دفع برلين للتفكير بمزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة حيث تستعيد لجميع السيناريوهات سواء وقف الإمدادات لفترة أطول أو انخفاض تدفقات الغاز فبعد عودة الغاز للتدفق إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم واحد وبعد انتهاء فترة الصيانة الدورية وبنفس الكميات التي كانت قبل عمليات الصيانة أي 40% من طاقة الأنبوبة خفضت الشركة الكميات مجددا إلى 20% اعتبارا من السابع والعشرين من يوليو وأرجعت موسكو الخفض إلى إصلاح أحد التوربينات برلين ترى أن موسكو تتذرع بالمشاكل الفنية وأعمال الصيانة وإصلاح التوربينات لتبرير خفض كميات الغاز التي تضخها عبر نورد ستريم واحد وأكدة أن هناك ما يكفي من التوربينات العاملة لضخ كميات أكبر من الغاز كما كان سابقا وزير الاقتصاد للمانية روبرت هابك قال إنه لا توجد أسباب فنية لتخفضات التوريد واتهم روسيا بأنها تخرق العقود وتلقي باللوم على الآخرين مشيرا إلى أن الإدعاء بأن روسيا بلد ضام الإمدادات الطاقة لأوروبا هو تشويه للحقيقة وأكد هابك أن روسيا تستخدم قوتها ونفوذها لابتزاز ألمانيا وأوروبا وردا على خفض كميات الغاز الروسي تسعى برلين إلى إصطار مجموعة من التعليمات والقوانين واتخذ إجراءات لضمان أمن الطاق مثل ملء خزنات الغاز بنسبة 75% حتى شهر السبتمبر و95% حتى الأول من نوفمبر وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم اعتبارا من بداية أكتوبر كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا تفعيل خطة طوارئ الخاصة بالغاز فيما تواصل جهود حثيثة لتوفير مصادر بديلة ودخلت ألمانيا في المرحلة الثانية من هذه الخطة في الثالث والعشرين من يونيو بعد انخفاض أحجام تضافق الغاز الطبيعي إلى 40% من احتياجاتها قبل خفض التضافق مجددا وستنطلق المرحلة الثالثة من خطة طوارئ الألمانية الخاصة بالغاز في حالة ارتفاع الطلب بشكل استثنائي أو مع حدوث اضطراب كبير في الإمدادات واتضمن ذلك تكليف الشركة المسؤولة عن شبكة الغاز بضمان توزيع الغاز بشكل عادل بين المستهلكين شاهدين الكرام كان هذا عرضنا موجزا لسيناريوهات ألمانيا المحتملة لمواجهة أزمة الغاز شكرا على حسن المتابعة